اخواني الطلباء شعبة الرياضيات اقدم لكم التمرين ثم خص تقطع المستوين عين تقطع المستوين P و Q المعرفين بمعادلتهما P من X نقص Y Z ز ز ز ز ز 2 0 و Q X ز ز ز ز ز ز يسوي 0 اذا المعادلتين لنا جملة معادلتين عندها التغيرات كيف نحل هذا الجملة المعادلات اذا نستخرج قيمة X و Q بدلالة Z بيكون عنا دل Z اذا هذا المعادل اللي لا نعطيها الرقم واحد والمعادلة الثانية نعطيها الرقم اثنين اذا كنا جمع المعادلتين واحد واثنين والمعادلتين يسوي 0 اذا نستنتج X يسوي ناقص 2 على 3 Z ناقص 2 على 3 نعوض نعوض قيمة 3 في المعادلة 2 وش نستنجو نستنجو Y تسوي ناقص 1 على 3 Z زيد 2 على 3 نتيجة 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 Z زيد 2 تسوي 0 و X زيد Y زيد Z 0 تكافي هذا القيم X Y اذا هذا هو الحل نتعلموا هذه ولكن اذا اعتبرنا باللي Z تسوي T وسيط اذا تولينا X تسوي ناقص 2 على 3 T ناقص 2 على 3 Y تسوي ناقص 1 على 3 T زيد 2 على 3 وZ تسوي T وT هي هو عدد حقيق اذا المستويان P وQ يتقاطعان في المستقيم Delta الذي تمثله بوسيط هو كما كما تشاهدون X يسوي ناقص 2 على 3 T ناقص 2 على 3 Y يسوي ناقص 1 على 2 Z 2 3 وZ يسوي T هذا وقت صحيح ونشكركم على متابعة هذا التمرين وأنصحكم أن تعيدوا تصحيح هذا التمرين بدون مشاهدة الفيديو والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر